السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقاء في مقطعين جديد أو نقول قصة جديدة على قناتكم داركتون مقطع اليوم عبار عن قصة يقال أنها حقيقية حدثت لصديقيني قررت تخيم في أحد الغابات قبل ذلك لاحظتم أنني صرت أتحرك لم أعد ثابتا في مكاني وهذا الفضل إلى صديقي إسماعيل أشكره هو الذي عمل لي هذا الانميشن حقا هذا شيء رائع أن تتحرك شخصيتك على حسب كلامك قناته في الوصف يستهل دعم اشتركوا عنده واشجعوه فقناته مليئة بهذه المقاطع الزفا إذا كنت جديدا اشتركوا في زر التنبيه ولا تنسوا على لايك تشجيعا لنا للمواصلة ولنبدأ حدث هذا الأمر معي وصديقي العزيز قرر كيلانا والذي نبلغ من العمر 23 سنة الذهب في رحلة تختيم لمدة ليلتين رحلة إلى جبال الأي دي روند التي تقع في ولاية نيويورك كيلانا كان مستمتعا جدا مع أجواء الطبيعة الرائعة وقضينا الكثير من الوقت في الخارج في ذلك الهواء الطلق والراحة نفسية مع أصوات الطبيعة بعد مدة طويلة وصلنا إلى بحيرة صغيرة فقررنا أن نقيم مخيمنا هنا على تلك الضفة الجميلة لم نتوقع أن نلتقي بأي شخص هناك فأشعلنا النار وجعلنا حولها نتبادل الأحاديث مستمتعين بوقتنا حتى رأينا في الجهة الأخرى شيئا ينير كأنه مصباح يدوي يتحرك كان الأمر غير عادي ومريبا نوعا ما لكننا لم نفكر في ذلك كثيرا ومضى بعض الوقت ونحن نتحدث حتى عاد ذلك النور في الظهور مرة أخرى ولكن هذه المرة استمر هذا النور في التحرك قرب تلك البحيرة والذي كان يقترب من مخيمنا بدأنا في مناقشة ما الذي يكونه هذا الشيء الغريب الذي يتجول في الغابة في متصف الليل وبمجرد أن اتضح أنه شخص أو أشخاص متجهون نحو مخيمنا انتقلنا إلى مكان نستطيع الاختباء فيه لنعرف من القادم إلينا أخذت فأسا صغيرة وصديقي كان يحمل بندقية من أجل الدفاع عن أنفسنا لم نكن نتوقع حدوث أي مشاكل ونريد أن نصنع أي شيء فاختبئنا بين الشجيرات لنراقب مخيمنا من البعيد والآن نحظة الحقيقة بدأ نور المصباح يقترب من النار التي أوقدناها فرأينا رجلا بلحيته كبير ربما كان في الأربعينيات من عمره الجزء المخيف هو أنه كان يحمل معه سلاح والذي هو بندقية أيضا فكان يتجول داخل مخيمنا عدة مرات ثم شرع في الدخول إلى خيمتنا وبدأ البحث داخلها لمدة دقيقة تقريبا ثم خرج وبدأ بالصرخ أعلم أنك هناك لما لا تأتي وتقول مرحبا بقيت أنا وصديقي بلا حرك بين الشجيرات خائفان من هذا الرجل الملتحي فبدأ هذا الرجل في إطلاق النار ببندقيته في الغابة ليس بعيدا عننا فكنا نرى كل شيء أمام عيوننا وبدأ يأرجح مصباحه اليدوي بقربنا دون أن يرانا عدة مرات دقائق وقد مضت وكأنها ساعات أمسك بحقيبة ظهر صديقي والتي تحتوي على قليل من الملابس وكان واقفا بقرب النار فألقى بالحقيبة في النار أمسك صديقي بالبندقية وكان مستعدا للإطلاق عليه فسألني إن كان ينبغي أن أطلق أو لا بالتأكيد لا يجب الإطلاق عليه ما لم يكشف وجودنا بعد فيبدأ بالإطلاق علينا بعد مدات وجهزة الحمد لله غادر هذا الرجل مخيمنا انتظرنا حتى يختفي ذوء مصباحه من الجانب الآخر من البحيرة ثم ركضنا بسرعة وأمسكنا بكل شيء وضعناه داخل الحقيبة وانطلقنا وكانت الساعة الثانية أو الثالثة صباحا حتى نفذت بطارية المصباح وعدنا إلى سيارتي حتى رأينا الشمس بدأت في الظهور ذهبنا على الفور إلى الشرطة وأبلغنا عن ذلك الشيء المخيف حيث تحدثنا مع بعض حراس الغابات والذي لم يرى أي شيء من هذا القبيل أو سمعوا به وكانت هذه تجربة مخيفة مررنا بها وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه القصة ماذا ترون؟ هل كانت حقيقية؟ أم مجرد خيال؟ ومن الذي يكونه ذلك الشخص؟ هل هو شخص حقيقي؟ أم أنهم تخيلاه؟ أم مجرد شباح كان هناك؟ وإلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أتمنى أنه لأجابكم شاركوا في كل مكان في البيت في المدرسة في الدكان أين كان المهم وفجر وزر التنبيه يا إخوانا كان هذا كل شيء كان معكم أخوكم داركا وعبدو مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة